السلام عليكم ورحمة الله وركزك. شاملين يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده يا جماعة هنشوف مع بعض ازاي نحمل المحاكي بتاع يا جماعة. طبعا في كزا حد كلمني ان هو بيحصل معه مشاكل في تحميل البرنامج او كده. المحاكي بالمناسبة يعني هو عبارة عن ايه للناس اللي ما تعرفش المحاكي ده انت بتقدر تنزل منه اي لعبة غالبا او اي برنامج او اي حاجة بتقدر تتعمله على الموبايل. يعني شايفين هو تقريبا البلاي ستور بالزبط. بس الفكرة ان هو يعني انت بدل ما تنزل الالعاب او الحاجة اللي مش شغالة او كده على الموبايل عندك بتقدر لما تجي تشغال على تلاقي ان ده يا مش عارف ان انت تنزل لعبة لعبة ومش عارف بتحصل مشاكل كتير. فهو المحاكي ده بقى بيوفر عليك الكلام ده. بتقدر تنزل عليه الالعاب كتيرة بالاضافة ان انت بتنزل عليه الالعاب الموبايل برامج الموبايل اي حاجة بتنزلها من بلاي ستور غالبا بتقدر تنزلها من على البلوستيكس. فعنا نرد حنشوف مع بعض الكلام على ايه اهم حاجة بس قبل ما نبدأ الفيديو انزل بسرعة اعمل وقت للفيديو اشترك في القناة فعلى الجرس واع تنزل كومنت الجميل بتاعك على صديقي العزيز. صلي على رسول الله وخلينا نبدأ مع بعض نشوف الكلام على ايه. زي ما اتشايفين يا جماعة اول حاجة حنعملها حنفتح الكمبيوتر بتاعنا. اول حاجة حنعملها اول ما نفتح الكمبيوتر ان احنا هنفتح اي براوزر عندنا اي متصافح عندنا. خش على الكروم خش على خش على خش على خش على اي حاجة عندك مش هتأثر علينا. كل اللي احنا حنعمله ان احنا هنيجي في كده ونكتب البلو ستيكس. زي ما انتشايفين طالع عندنا بالمنظر ده. كل انت هتعمله انت هتدخل على اول رابط عندك. ده طبعا اعلان. بس هو برضو نفس البرنامج. بس مش فرع. زي ما انت شايف هيفتح لك صفحة بالمنظر ده. من هنا هتلاقي بيقول لك الالعاب اللي انت تبدأ تنزلها او الكلام ده. كل اللي انت هتعمله ان انت هتسيبك الكلام ده وتبدأ تطلع هنا فوق. هنا ممكن تعمل تحميل على طول او ممكن تدخل تحت. انا بفضل ان انت تدخل تحت وحقول لك ليه دلوقتي. زي ما انت شايف هنا هيبدأ يجي لك هنا التحميل وكده. وهنا التحميل ده البلوستكس تن وده البلوستكس فايف. لو جيت نزلت هنا تحت هتلاقيه بدأ يقول لك حاجات. اه كن بتنزيل اصدار محدد بناء على حاجتك. يعني انت على حسب الجهاز بتاعك وامكانياته هتبدأ تختار. بيقول لك ده عشان نظام تشغيل لو انت الجهاز بتاعك هتبدأ تنزله على النسخة دي. ده بيقول لك محسن يعني ده يستحسن ينزل لويندوز كمان. بالنسبة للجهاز انت هتبدأ تشوف الجهاز بتاعك. تعرف امكانياته ايه? هو اتنين وتلاتين بيت ولا اربعة وستين بيت. فانت هتحمل بناء على امكانيات الجهاز بتاعك. وده طبعا اندرويد احد اشر. وده اربعة وستين بيت. هنا بقى نزام للاسف اللي هو حاجات القبل وكده لسه مشتغلش بس بيقول لك قريبا هيبدأ ينزله النسخة دي. يعني نسخة دي لسه متعملتش للقبل. بس نسخة دي نزام تشغيل الويندوز الاقل بقى يعني لو كان امكانيات جهازك ضعيفة شوية ممكن تبدأ تنزله ده. وده برضو للماك موجود زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. او انت ممكن تيجي هنا لو انت مش عارف ايه الدنيا فيه. زي ما انتم شايفين احنا ممكن ندخل عليه كده. ونكتب من هنا تن. فانت لو جيت كتبت تن. ودخلت شفت عشان هو مش كاتب لك الحاجات اللي هو يستحسن له. فخلينا نعمل هنا اجريه خلينا ننزل هنا. هتبدأ تشوف الاقل حاجة امكانيات ويندوز سيفن ام دي بروسيسور هو امكانياته يا جماعة ما بياخدش حاجات كتيرة يعني محتاج خمسة جيجا. والرماد بتاعته اربعة دي اقل امكانيات. فالجهاز قصدي البرنامج ممكن ينزل عادي على اي حاجة. فاحنا هنيجي هنا طالما احنا نظام تشغيلنا ويندوز ايليفن او حتى لو ويندوز تن او كده. الفايف احسن هيبقى اقوى معاك. بس انت لو جهازك ضعيف نزل الفور. الفور هيبقى معاك احسن لو انت جهازك ضعيف. انا مثلا البلوس تكس فايف هنزله عشان جهازي حداشر ويندوز تن او قصدي بويندوز ايليفن ولو ويندوز تن او كده حتى لو اقل بس جهازك قوي حاول تنزل برضو نسخة الفايف عشان المفروض ان هي احسن. هتبدأ تعمل تحميل انا اربعة وستين بيت زي ما انت شايفين نزل معنا فايل ضعيف جدا او آآ فايل عادي يعني صغير جدا بس هيبدأ بقى يحمل من جوة. هنبدأ نعمل الفايل اوبن زي ما انت شايفين هجيلك هنا ان انت تضغط سياس عشان يبدأ يسبت معاك البرنامج. انت ايما هتضغط هتبدأ تزبط حاجات ان انت تختار الملف. يعني زي ما انت شايف هو بيقول لك هنا انا هحفظه في المكان التلقائي ده. اللي هو في في البيلوس تكس. فانا لو عايز اغير المكان ده مش عايزه يسايف هنا. هيجاي هنا وحابدأ اختار الفولدر اللي انا عايزه. فانا ما عنديش مشكلة ان هو يسبت في المكان ده فحابدأ اعمله من هنا. زي ما انت شايف هنا بيقول لك المفروز يبقى في يد ايه واللي هنا المتاح عندي في الهارد قد ايه. فحابدأ اعمله وحتبدأ تستنى هنا هو هنا بيقول لك ان انت موافق لو عايز تقرأ الشروط هتبدأ تدخل من هنا وتقرأ الشروط انا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة. فحابدأ اعمل اجري. فزي ما انت شايف معنا هيبدأ يحمل كده كزا ملف يعني هو هيخلص ملف ويدخل في الملف التاني وهكزا وبعد كده هيبدأ يعمل له تسبيت. فزي ما انت شايفين احنا هنستنى مع بعض التسبيت يخلص عشان نبدأ ندخل على البرنامج. فخلينا نشوف هيعمل ايه بس لو انت لسه ما عملتش لايك انزل بسرعة بال ما يخلص التسبيت. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس واكتب رأيك في الكومنتات عشان اللي داخل بعدك يشوف رأيك. سواء كان بالاجاب او بالسلم. لو حد حابب ان احنا نعمل فيديو عن حاجة او طريقة عن حاجة. ينزل يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله يعني على قد ما نقدر هنحاول ان احنا نرد على الكومنتات ولو في حاجة مش واضحة او كده هنحاول ان احنا نبينها في الكومنتات. عشان كمان الناس تستفيد وانا كمان استفيد لو في حاجة غلط او في حاجة مش مفهومة يعني. طيب يا جماعة بقى زي ما انت شايفين دلوقتي تسعة وتعين في المية دلوقتي خلاص مية في المية يا جماعة. ممكن يعمل له بس تسبيت سريع او حاجة سريع ممكن يبقى في حاجة نزلة. هنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا المساحة دي ممكن تختلف عن مساحة الفور. ان الفور بيبقى الداتة بتاعته اقل وكلام من ده. فممكن ما تلاقوش نفس المساحة ممكن تلاقوه بيختلف. وبرضو نفس الكلام لو اتنين وتلاتين بيتة على اربعة وستين بيتة. يعني كل نسخة غير التانية. عشان محدش قولي انا ليه نزل عندي مساحة كزا وانت نزل عندك مساحة كزا. لا ممكن كل نسخة تختلف عن التانية ان بيبقى فيها داتة اكتر فيها داتة اقل وكزا يعني. فزي ما انت شايف هو دلوقتي برضو بدأ ان ينزل معنا ملف تاني. ملف التاني مية اتنين وعشرين ميجا يعني لحد دلوقتي تقريبا مسلا جيجا حجم البرنامج. فحننخليه يخلص بس الحتة دي بسرعة مع بعض ونشوفه بعد كده هيعمل ايه. طب يا جماعة بقى زي ما انت شايفين دلوقتي مية اتنين وعشرين دلوقتي خلاص. الملف كده بدأ يتثبت معي. زي ما انت شايف هو كده بيقول يعني ده اللي احنا بقى تكلمنا فينه هو بيبدأ يشوف امكانيات الجهاز بتاعنا. فهو زي ما انت شايف دلوقتي هو خلاص بقى بيبدأ يثبت او بيستخرج الملفات اللي هو هنزلها. عشان بقى يبدأ يتثبت هو يعني هو دلوقتي هيبدأ يعمل له ويثبت معنا البرنامج. فان شاء الله دلوقتي بقى هنشوف مع بعض الكلام على ايه. حبيب بس عبارة ما يخلص التزبيت ده ان انت لو لسه ما عملتش لايك هو هنزعل من ضع. احنا يا جماعة بنتعم في الفيديوهات فيا ريت بقى تدعمونا علشان زي ما بتدعمونا احنا هنعمل فيديوهات تانية اللي انتو عايزينها ومحتاجينها ان شاء الله يعني. فا وبرضو اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات يعني لو الطريقة مش نفع مع حد او في حد عنده مشكلة في حاجة يكتب لي ان انا بجرب التجربة دي عندي شغالة فاهميني. فانا بنزل التجربة ممكن انت عندك ما تشتغلش. فانا ابدأ افكر ممكن ايه خلت اللي خلي عندك ما يشتغلش او ايه المشكلة عندك فاهميني. فنبدأ نعمل مشاكل او نعمل مشاكل ايه? نبدأ نحل المشاكل دي يعني ان شاء الله. فاكتبوا لي في الكومنتات بحسن ان احنا ايه نبدأ ماشيين مع الدنيا وبرضو لو في حاجة قولي ممكن نعمل عنها فيديو يعني لو حاجة انت حابب تعرفها بعيدة عن الفيديو ده. فزي ما انت شايفه دلوقتي قلنا بيعمل تسبيت لحد دلوقتي اتنين وتمانين في المية تلاتة وتمانين في المية. طبعا الحاجات دي مش بتفرق بالنسبة يعني سرعة التسبيت ده مش مش متوقفة على النت. سرعة التسبيت بقى يعني اللي فات ده كان متوقف عن النت دلوقتي هو متوقف على ان هو بدأ يسبت. فده ممكن على على البرنامج نفسه او بسبب امكانيات الجهاز. فلو الجهاز عليه يسبت اسرع. يعني على حسب يعني. فزي ما انت شايفه ووصل معنا لحد دلوقتي واحد وتسعين في المية اتنين وتسعين في المية تلاتة وتسعين في المية اه اربعة وتسعين في المية. اهو زي ما انت شايفين يا جماعة دلوقتي سبعة وتسعين في المية تمانية وتسعين في المية. تسعة وتسعين في المية. خلاص يا جماعة دلوقتي مية في المية. كده نزل معنا. كمان. وشاف اللي احنا نبهنا عليها في البداية ان انت تتأكد ان البرنامج هيشتغل عندك ولا لا وتشوف نظام كل حاجة. انت هيشتغل معك ولا لا. وحنا نبدأ بقى نشوف مع بعض الكلام عليه. زي ما انت شايف البرنامج فتح معايا تحت بالمنظر ده. بالمناسبة انت لو الشاشة دي عايز تكبرها هتعمل اف احداشر. فحاجة هنا اعمل اف احداشر كده انت خليت الشاشة بقى ده الجهاز كله. فزي ما انت شايف هنا عندنا يا اما انت بتدخل تفتح الكاميرا والحاجات دي. لكنك موبايل بالزبط والسيتنج بتاعت الموبايل يعني بص. تحس ان انت مسك موبايل يعني. يا اما ان انت بتبدأ. يا اما ان احنا بنبدأ كده. فعايزين نطلع طب من النافذة دي اهو. اهو. من السهم ده. فهتبدأ تدخل بقى هنا على الجوجل بلاي عشان نبدأ نشوف الالعاب اللي احنا عايزين ننزلها مسلا. او بنشوف الالعاب كلها موجودة ولا لا. فهنستنى يحمل زي ما انت شايف فتح معنا بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده كل حاجة هي موجودة عندنا. فالالعاب هي موجودة مش عارف ايه. كل الحاجة هي موجودة. يعني انت ممكن كمان تيجي تنزل هنا. تشوف كل. اه مش عارف ايه. المتكلم مش عارف. حتلاقي حاجات العب الهبل يعني حتلاقي هنا تدرك لو طلعت تاني حتلاقي ان فيه العاب كتيرة جدا يعني. شوف انت حبيب بقى ايه? وهتبدأ تدخل تشوف ده الحاجات المحبوبة مسلا. فهتبدأ تشوف اللي انت مش تلاقيه هتبدأ تعمل عنه سيرش هنا وهتبدأ تدور عليه وتنزله. بالنسبة بقى للبرنامج برضو سريعا. لو جيت هنا على من تحت خلينا نرجع كده تاني. لو جيت هنا من تحت خلينا نقبر النافذة عشان تبقوا شايفين. المهم يعني هنا دي انت بتقللها لو جاهزك ضعيف. هنا الاربعة جيجا دي. الميموري ممكن ماشي تسيب اربعة جيجا لو عايز الميموري الرمات بتاعتك على او كده ممكن تزود من هنا. هنا شغال على او لو انت جاهزت متوسط تعمله لو جاهزك عليه لو انت عندك الجهاز ضعيف شوية. الكلام ده هتعمله في اي حاجة لو انت منزله. ابدأ لو لقيت حاجات يعني بتقطع جوه. ابدأ اغيرها يعني انا بالنسبة لي احسن اخليت عشان كده هي مش كاملة. انما لو عملت دي بص هتلاقي ان الشاشة هتفتح معايا كاملة مرة واحدة مش هتفتح بحيس ان هي تبقى صغيرة يعني زي ما كانت مفتوح. فاحنا لو عملنا لها تكبير. المفروض ان لما تيجي تلعب بقى اللعبة هتلاقيها مش هتبقى كده لا هي هتفتح اللعبة كلها. وده هتبقى ميزة معي. فخليها احسن على حجم الشاشة بتاعك. لو انت الشاشة بتاعتك سبعمائة وعشرين عملها سبعمائة وعشرين. هنا دي مش مهمة قوي يعني ممكن تزودها او تعليها انا بالنسبة لي مش فرقة قوي. هنا لو انت عايز يبقى كده او بالشكل الاصفر ده. هنا دي خليها زي ما هو. هنا ممكن تخليه المستحسن يعني. وهنا ممكن تخلي دي دي ممكن زي ما هي. يا دي اللي كنا نتكلمنا بس فكك منها برضو خلي دي زي ما هي. في هنا هو هنا بيقول فانا فتح ان هو يستخدم كارت الشاشة يعني. فتمام هنا هنا ايه تاني? مش عارف بصراح في ايه تاني هنا لو عايز تغير اللغة. احنا كده بنعدي سريعا يعني عن الحاجة. هنا لو عايز تغير اسم الموبايل اللي احنا بنلعب عليه ده يعني لو عايز تخلي حاجة تانية ان ده يعتبر موبايل. انت بنزل برنامج قالي ان انت موبايل فاهمني بس انت في الاخير بس يعني كده احنا خلاص شفنا بسرعة الاعدادات وبس يا جماعة كده احنا نزلنا البلو ستكس وتقدر تنزل الالعاب زي ما عالنا عليها او على البرنامج زي ما انت عايز فبس يا جماعة كان هو ده الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبك انزي اكتب لي رأيك في الكمنتات ما تنساش انك انت هتعمل لايك في الفيديو تشترك في القناة تفعل الجرس وكمنت اللذيز بتاعك يا صديقي العزيز وبنالكم ان احنا بنفعل في الفيديوهات ده في الفيديوهات دي فريد تقدروا تعبنا وتدعمونا يعني فبس يا صديقي العزيز نشوفكم في فيديو اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة